انت بقى بتقول كده وانا قلبي بيدو لا ان شاء الله خير ما دي الاقيش لا والله العظيم بس ان شاء الله يعني ان شاء الله كلنا ثقة ومعولين يعني عليكم جمج جدا لعبتنا بإذن الله النهاردة وخبر مهم جدا ان اقدارة النادي الاهلي تتلقى خطاب من الاتحاد الافريقي بيأكد فيه على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللي شهدتها مباراة الذهاب بين الاهلي والوداد في نصف نهائي بطولة افريقيا بخصوص الشأن الاعلامي هيسمحوا للمنصق الاعلامي لكل فريق النهاردة والمصور الخاص بكل نادي فقط واحد بس عشان يحضر المباراة طبعا وفقا للاجراءات الاحترازية المتابعة من كاف النهاردة في هذا استدد بسبب ظروف الطرق علينا الخاصة بمواجهة كورونا فالنهاردة الكاف بيحدد في خطابه اللي بعته للنادي الاهلي الاجراءات الخاصة دي بالمباراة فيما يتعلق بالشأن الاعلامي هنقولها لحضراتكم طبعا بالترتيب كده انه عدم حضور اي اعلامي او مصور للمباراة باستثناء المنصق الاعلامي والمصور التابعين للنادي فقط لا غير يعني واحد مصور وواحد منصق اعلامي واحد من كل ناحية النهاردة كمان الفريق الخاص بالقناة النقلة صاحبة الحقوق عايز اقولكم ان المنطقة الصحفية اتلاغت خالص الميكزون اللي في الملعب دي اتلاغت خالص اللقاءات قبل وبعد المباراة بس ده برضو ضمن حقوق كاف والقناة النقلة للمباراة المؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة بيكون طبعا مرئي عن طريق الانترنت مش هيحضروا اي اعلامي ولا اي مرسل ولا اي حد في المجال الاعلامي هيكون حاضر ده طبعا شيء يحترم من الاتحاد الافريق انه بيحافظ على الشكل العام وبيحاول يحاول مش الشكل العام على يعني نحا تقبيل ده مهم جدا لان زي ما انت قلت بدأ كمان بعض اللعيبة في الرجاء بيبقى عندهم اصابات ده برضو هنتكلم عليه لكن ده طبعا بروتوكول الاتحاد الافريق وحطه لان ده شيء مهم جدا جدا ان يوصل لسلامة اللعبين وسلامة الاداريين وكل المنظومة اللي موجودة داخل ان شاء الله استاد القاهرة انه يكونوا بصحة جيدة باذن الله